موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدنا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية أحييكم أنا عبدالله أليحي وأحييكم أنا مونة عبدالرحمن ومن زميلنا في لغة الإشارة محمد الدوسري والبداية بالعناوين خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب سمو الأمراء والفضيلة العلماء وجمعا من المواطنين خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 68 عضوا من النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء موسيقى سمو ولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على نفقته الخاصة موسيقى والمملكة تدين إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود حفظه الله في قصر السلام بجدة اليوم أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم شكرا ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ وجدة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بن در بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيلو إمارة منطقة مكة المكرر من مساعد للحقوق وصاحب السمو الأمير مصعب بن فهد بن فيصل وصاحب السمو الملكية الأمير السلطان بن عبد العزيز بن هدلول بن عبد العزيز أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود أمرا ملكيا كريما يقضي بترقية 68 عضوا من النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ألف هذا وقد ثمن النائب العام الشيخ سعود المعجب صدور الأمر الملكي مؤكدا أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لجهاز النيابة العامة وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقا للتطلعات الكريمة وجه صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله بوجه بترميم قصر الأميرة نورة بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود قصر الشمسية الواقع بالقرب من حي المربع وذلك على نفقته الخاصة ويتدعم سمو ولي العهد امتدادا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في المملكة بما يؤكد حرص سموه الكريم على المباني التاريخية في المملكة وعناية القيادة الرشيدة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي من جهته رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة لسموي ولي العهد أسمى آيات الشكر والعرفان على دعمه غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث وقال إن التوجيه الكريم سيعيد ترميم قصر الشمسية الذي يحتل مكانة رفعة في وجدان السعوديين إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1354 للهجرة بعد أن أمر الملك المؤسس طيب الله ترى ببنائه للأمير سعود بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل الكبير واخته الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود استقبل رئيس جمهورية ترك مونستان قربان قولي بردي محمد وف في القصر الرئاسي بعشق أباد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ونقل سموه تحياته خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتمنياتهما لجمهورية ترك مونستان حكومة وشعبا بدوام الرقي والتقدم والازدهار وقد جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبول تعزيزها كما اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي ابن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالسيد رشيد مير يدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية ترك مونستان وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وترك مونستان هذا كما زار سموه المتحف الوطني في العاصمة عشق أباد صدر عن الديوان الملكي البيان التالي بيان من الديوان الملكي تعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته إذا فاز بالانتخابات القادمة ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 للميلاد وتعتبر هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا كما تؤكد المملكة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا مالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني ويمثل انتهاكا صارخا لمثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة مؤكدة في الوقت نفسه أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانى للشعب الفلسطيني وتطلب المملكة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبر أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا تترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخي والثابتة والمملكة إذ تدين وترفض هذا الإعلان فإنها تؤكد على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية وشعوبها وحكوماتها ولن يثني الأمة العربية التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحدية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة وفي ضوء ذلك تدعو المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات وبطلب من المملكة العربية السعودية دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشر سوف تعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة في جدة لبحث التصايد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي فرض السيادة على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي هذا وأدانت العديد من الدول والمنظمات العربية والإسلامية بشدة إعلان نتنياه نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتين غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة في حال إعادة انتخابه وعدت هذا الإعلان الخطير اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني وتصعيدا خطيرا ينتهك جميع الموافق والقرارات الدولية ويعبر عن الاستغلال الاستغلال الانتخابي في أبشع صورة دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه لمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية مؤكدين استجابتهم الفورية لدعوة المملكة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة إعلان رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياه عزمه ضم منطقة الأغوار الفلسطينية حال فوزه بالانتخابات القادمة اعتبرته منظمة التحرير جزءا من خطة ممنهجة تسعى إسرائيل لترسيخها فيما ثمنت المنظمة مسارعات المملكة العربية السعودية للدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية نحن نبدل كل جهد ممكن مع المجتمع الدولي يعني بالأمس كان هناك إجماع عربي اليوم هناك دعوة من المملكة العربية السعودية لاجتماع طارئ لوسراء الخارجية الدول الإسلامية نحن نتوقع من جميع دول الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأفريقي دول العالم الحياز دول أمريكا الاتينية والكريبي الصين روسيا اليابان جميع دول العالم أن تقف وقفة واحدة ونحن على اتصال محهم جميعا لمواجهة هذا التطرف وهذه السياسات حركة فتحة التي أكدت أن كل محاولات نتنياه الهادف لتجذير احتلاله لن يمر خاصة مأن القيادة الفلسطينية تستند في مواقفها لمواجهة هذه التحديات لمواقف الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية اليوم الرئيس أبو مازن يستند بالأساس لرفضه لأي حلول سياسية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني لموقف عربي على رأس تمثل المملكة العربية السعودية ومجموعة من الدول العربية الوازنة ولذلك نحن لا نستغرب هذا الموقف وأكد ردوان أن لدى القيادة الفلسطينية ثقة عالية وكبيرة بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية وهذا تاريخيا وليس ولد اللحظة وهو ما يعزز المواقف الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية نحن نثق تماما بدور المملكة العربية السعودية وبدور قيادتها وبدور أيضا أبناء الشعب السعودي المناصر للقضية الفلسطينية سياسة بعد النظر التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية تركزت في دعوتها لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ لمواجهة ما أتى عليه نتنياه بالدعوة لضم منطقة الأغوار إذا ما فاز في الانتخابات القادمة وهو ما لاقى ترحيبا واسعا لدى الفلسطينيين حمد الصانوري تلفزيون المملكة العربية السعودية رام الله استقبل رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستا في نيكوسيا وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى بحث المستجدات على الساحة الدولية كما التقى الوزير العساف في مقر الخارجية القبرصية نظيره القبرصي نيكوس خريستو وعقد الجانبان جاسة مباحثات رسمية استعرض خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سبل تعزيزها وتطويرها استقبل وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان وزير الدولة للشؤون الخارجي عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك هذا كما زار الجبير الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان والتقى بعدد من النواب الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية وجرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة وفرنسا والتقى الجبير وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي حيث جرى استعراض أوجه الصداقة الثنائية وسبل تعزيزها إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك أكدت المملكة في كلمة ألقاها صاحب السم الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز السفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيننا أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي الأمر الذي يؤكد قصور الاتفاق وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي كذا سموه ضرورة أن يجتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع بما فيها المواقع العسكرية مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاكها للاتفاق مبينا أن إيران لم تسخر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيع الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني بل سخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها يلعب النظام الإيراني لعبة طويلة الأمد في اليمن منذ انقلاب الميليشيا الحوثية عام 2014 حيث قدم الدعم العسكري لها وذلك لتحويل البلاد إلى فوضى هذا ما كشفته صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها عن الجبهة الإرهابية الأخرى لإيران حيث أوردت الصحيفة أن إيران كانت تهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز لعقود من الزمن ما جعلها تتحالف مع الإنقلابيين لتهديد حركة السفن في مضيق باب المندب الذي يعد بوابة البحر الأحمر وقناة السويس أضافت الصحيفة القول أن النظام الإيراني يقوم اليوم بشن هجمات فتاكة على الخليج ويهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة ويقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وقالت أن طهران ليست لها أي مصالح مشروعة في اليمن أما الحوثيون فيتكبدون خسائر كثيرة باستمرار شراكتهم معهم وأشارت صحيفة الولد ستريت جورنال الأمريكية إلى أن التحالف الإيراني مع ميليشيا الحوثية يستهدف دول الخليج بهجمات الصواريخ الإيرانية الصنع والطائرات المسيرة على المناطق ذات الكثافة السكانية صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن ترك المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباحا اليوم من اعتراض وأسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية في مدينة إنجران وأوضح المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات المسيرة مصيرها الفشل وأن التحالف يتخذ الإجراءات كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية للتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في غضون ذلك أعلنت قوات الجيش اليمني سقوط قتلى وجرح في صفوف ميليشيا الحوثي بمحافظة الضالع جنوب اليمن وقال موقع الجيش في بيان صادر عنه إن عددا من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران قتلوا في كمين محكم نفذه رجال الجيش الوطني بجبهة قعطبة شمال محافظة الضالع وأوضح الموقع أن قوات الجيش الوطني باغتت عناصر الميليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ أدى إلى سقوط قتلى وجرح في صفوفها فيما لا ذا من نجى منهم بالفرار وتشهد أجزاء من محافظة الضالع معارك متقطعة بين الطرفين منذ أشهر مخلفة خسائر مادية وبشرية في عناصر الحوثي الإرهابية وعلى جانب آخر التقى المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب والمديرة التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فرانكوف والوفدة المرافقة له بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي وطلع الدكتور الربيع المسؤولة الدولي على برامج المركز ومشاريعه الإنسانية التي شملت أربعا وأربعين الدولة حول العالم أبرزها الجمهورية اليمنية متطرقة للانتهاكات العديدة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق العمل الإنساني في اليمن وكذلك ضرب أراضي المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة كما تطرق إلى أهمية ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من تعزيز لاستقرار المجتمعات الإنسانية وخصوصا في اليمن من خلال التركيز على البرامج الموجهة للفئات الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال الذين يعانون ظروفا إنسانية صعبة منها سعي المركز الحفيث للحد من التجنيد القصري للأطفال نشأتنا مستمرة وافعة بعد الفاصل لتحقيق الجودة والشفافية وزير العدل يدشر مركز العمليات العدلي وأيضا في النشر ولكن بعد قليل انطلاق فعاليات ملتقى الصحة العالمي بمشاركة 180 جهات محلية ودولية أحييكم من جديد دشنا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في الرياض مركز العمليات العدلي الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم ضمان جودة الأداء والشفافية ويهدف المركز لمتابعة أعمال المحاكم وكتابة العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين دشنا معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم مركز العمليات العدلي الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي وضمان جودة الأداء والشفافية ويهدف هذا المركز لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية مركز الإشراف على عمليات الوزارة ككل سواء كان هذا في المحاكم أو كتابات العدل أو حتى في ديوان الوزارة والجهات الدارية داخل الوزارة لو أخذنا مثل المثال في عمليات المحاكم لو اليوم في قضية المعدل الطبيعي للجلسات 4 أو 5 جلسات لكن في قضية أصبحت وصلت إلى أكثر من هذا الرقم وصلت مثلا 10 جلسات فهذه القضية نعتبرها مباشرة مسألة حساسة قبل أن سيريا تفتيش بعد عدة أشهر ونكتشف وجود المشكلة أو عبارة عن شكوى من مستفيد نحن نكتشفها بشكل مبكر ونحاول أن نعالج الإشكالية هذه بالتواصل مع رئيس المحكمة يعتبر المركز هو تابع لديه أكثر من 11 غرفة عمليات منتشرة على المرافق العدلية وتعتبر هذه الغرف تابعة للوكالات مباشرة أما مركز العملية العدي فهو تابع مباشرة إلى معالي وزير العدل ويود المركز مهمته من خلال 64 مؤشرا استراتيجيا تمكنه من متابعة أداء المرافق لحظيا وتحليل أعمالها وتقييمها إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع الوزارة للقناة السعودية صالح العمري الرياضة دشنا وزير الصحة دكتور توفيق الربيع ملتقى الصحة العالمية 2019 في نسخته الثانية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وتشارك في هذا الملتقى 180 الشركة سعودية وأقليمية ودولية بهدف عرض أحدث التطورات في الخدمات الصحية وتقنية الأجهزة الطبية افتتح اليوم ملتقى الصحة العالمي والذي يشارك فيه على مدى ثلاثة أيام 180 شركة سعودية وأقليمية ودولية بهدف عرض أحدث التطورات في الخدمات الصحية وتقنيات الأجهزة الطبية لأكثر من عشرة آلاف مشارك من المهتمين بقطاع الرعاية الصحية هذه السنة الحمد لله يحظى بمستوى عالي من التنظيم والحضور وافتتاح معالي وزير الصحة ومعالي النائب لهذا الملتقى وبالأعداد الكبيرة المشاركة من جميع صناع القرار في القطاع الصحي والممارسين الصحيين والمهتمين والمتابعين يؤكد حقيقة همية إن شاء الله ونجاح هذا الملتقى الذي يمثل فرصة فعلاً لالتقاء جميع العمل في القطاع الصحي والمنظمين والقيادات وتتمثل المجالات الصحية ذات العلاقة بأهداف الملتقى في طب الطوارئ وإدارة المختبرات وتجربة المرضى وإدارة الجودة والأشعة الشاملة وبناء المستشفيات والهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية المملكة قطعة شوط ممتاز في زراعة الأعضاء والتبرع فيها الآن المملكة التبوى المركز الرابع من حيث التبرع بالأعضاء من المتبرعين الأحياء وبالنسبة للمتبرعين للكلة من السعوديين المركز الأول بحمد الله على مستوى العالم وأيضاً بالنسبة للكبد المستوى الثاني من المتبرعين الأحياء للكبد يشارك معنا اليوم أيضاً مجموعة من المتبرعين بالأعضاء وأيضاً مجموعة من المتلقين والزارعين للأعضاء يعتبر الملتقى المنصة الصحية الرائدة حيث يحتضن العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي سيتم من خلالها مناقشة المجالات الصحية المستهدفة ضمن استراتيجية وتطوير قطاع الرعاية الصحية التي اعتمدتها وزارة الصحة وفق برنامج التحول الوطني وإلى تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين للقناة السعودية فيصل القحطاني الرياض نفت هيئة تقويم التعليم والتدريب إيقاف اختبار القدرات كأحد متطلبات القبول في الجامعات السعودية من جانب آخر استعرضت وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم في مقار الوزارة بالرياض في ورشة عمل أهم الاستراتيجيات وتوجهات الوكالة مؤكدة توجه الدولة نحو البحث والابتكار وريادة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول العام الفين وثلاثين في مجالي البحث والابتكار تم استعراض استراتيجية وتوجهات الوكالة خلال ورشة عمل أقيمت في مقر وزارة التعليم بالرياض اليوم أهم مخرجات هذه الورشة أن جميع منهم معنيون بالبحث العلم اليوم يجلسون على طاولة واحدة فنستطيع أن نخلق هذا التعاون كنا نتحدث عن الجامعات أي جامعة أي مؤسسة أكاديمية أي مؤسسة تعليمية هي تعنى في المجالات العلمية والبحث والابتكار وخدمة المجتمع نحن اليوم نتحدث عن المحور الثاني انطلاقا من اهتمام الدولة بالبحث والابتكار وريادة الأعمال تم وضع أهداف تسعى لتحقيقها في العام عشرين ثلاثين ومنها أن تكون المملكة ضمن أفضل عشرة دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام عشرين ثلاثين يجب أن يكون البحث العلمي جزء أصيل في برامج التعليم العلمي في برامج التعليم الجامعي يجب أن نؤسس في ثقافة الطالب كيف يبحث عن المعلومة وكيف يقدم منتجات علمية كيف ندعم الطالب في ريادة الأعمال كيف نستطيع أن نحول أفكاره وأحلامه إلى منتجات حقيقية ذات قيمة وكيف نحافظ على هذه القيمة الوصول بخمس جامعات على الأقل من الجامعات السعودية لتكون ضمن أفضل مئتين جامعة في التصنيف العالمي وسوف يتم توفير كامل الدعم لهذا التوجه وتنظيم كافة العمليات التي تساعد في تحقيق جميع الأهداف راهيم العنزي الرياض وقعت شركة سامي نفانتيا للصناعات البحرية المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة نفانتيا الإسبانية وقعت عقدا ضخما بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون ريال وبموجب هذا المشروع الجديد سوف يقوم أطرفا بالتعاون لتنفيذ برنامج خاص لدمج أنظمة قتال ضمن سفن أفانتي ألفين ومائتين لصالح القوات البحرية الملكية السعودية سوف يسهم هذا العقد في تطوير منظومة الدفاع السعودية من خلال نقل التقنية وإيجاد فرص عمل جديدة تماشيا مع مستدفات رؤية المملكة المتمثلة في توطين خمسين في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام الفين وثلاثين الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية سوف تسهم في توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة والمساهمة في تطوير وتنمية الشركات والمؤسسات السعودية تذكر بهم العنوي خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء وجمعا من المواطنين خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية 68 عضوا من النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء سمو ولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على نفقته الخاصة والمملكة تدين إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة ختم النشرة شكرا على طيب المتابعة حياتنا طيبة السلام عليكم اشتركوا في القناة